الأوضاع الأمنية تعود إلى واجهة الأحداث في البصرة مجدداً حيث تعرض منزل الدكتور بمجال الهندسة الوراثية في كلية العلوم محمد الحجاج إلى استهداف مسلحاً نفذه مجهولون ومع أنه أسفر عن أضرار مادية لكنه أثار المخاوف من عودة تصفية الكفاءات العلمية قمة الفوضى والاستهتار من ناحية الأمنية أقصد كمواطن أنا في بيتي يعتدى على مكان أنا أسكن فيه في هذه الطريقة وفي الوقت الذي ينتظر أن تقول تحقيقات كلمتها سارعت الحكومة عبر لجنة التعليم العالي إلى استنكار حادث الاستهداف وأعتبرته مؤشراً يدق ناقوس الخطر برغم تأكيدها على أن ما حصل يندرج ضمن إطار الحالات الفردية للظاهرة أكاد أجزم أن هذه الحالة هي حالة فردية وإن كانت حالة فردية بس هي حالة أو مؤشر خطر علينا الانتباه لها صراحة كمجلس المحافظة نستنكر هكذا تصرفات مشينة بحق كوادر ألمية أكاديمية وفي غمرة هذا تشهد البصرة عمليات لفرض القانون وبحسب اللجنة الأمنية التي تراقم نشاطها العسكري تقول أنها حققت أهدافها عبر الحد من النزاعات العشائرية والجريمة المنظمة بيد أنها حذرت من استغلالها لغايات انتخابية قلت النزاعات العشائرية تم القبض على كثير من مطلوبين جرائم الآن بدأت تتنازل نحن نأمل طبعا عملية فرض القانون لا تستغل بما تفضلت بي أنه كإنما دعاية انتخابية وتجدر الإشارة إلى أن عملية فرض القانون تغير مسارها مؤخرا من تجريد المحافظة من السلاح إلى اعتقال مطلوبين فقط ويبقى السؤال من يعبث بأمن المحافظة ويسعى إلى خلط الأوراق في الساحة كلما حاولت الجهود الحكومية أن تعيد تركيبها سعد قصي الحرة مدينة البصرة